اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة مقدمة لكم من اكسيوم اليوم سنقوم بمراجعة هاتف يعتبر النسخة المصغرة من السامسونج نود 3 الجديد والذي يطلق عليه سامسونج نود 3 نيو بداية بحجم الجهاز فهو اصغر بقليل من النود 3 ويأتي بابعاد 148.4 x 77.4 x 8.6 مليمتر ويزن 165 جرام الهاتف حجمه مناسب جدا للامساك به بيد واحدة وسهل التحكم به وما يجعله هاتف متميز انه يدعم ايضا الستايلس وهي ميزة تتمتع بها اجهزة النود بشكل عام شكل النود 3 نيو مشابه تماما للنود 3 حيث يأتي باطار معدني حول الهاتف والغطاء الخلفي البلاستيكي والذي يشبه في شكله الغطاء الجلدي الذي به خياطة حول الاطراف لإعطائه الطابع الانيق نأتي الان لشاشة النود 3 نيو فهي بقياس 5.5 بوصة بعكس شاشة النود 3 التي تأتي بقياس 5.7 بوصة الشاشة لديها دقة 720p وكثافة 267 ppi الشاشة رائعة جدا وتمثيل الالوان فيها ممتاز على الرغم من أنها ليست Full HD إلا أنك لن تستطيع ملاحظة الفرق بين الشاشتين للنود 3 والنود 3 نيو مما يجعلها مناسبة لمشاهدة مقاطع الفيديو والاستمتاع بالألعاب يدعم النود 3 نيو معالج رباعي النواة بقوة 1.3 جيجا هيرتز وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت وليست 3 جيجا بايت كما في النود 3 وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت فقط المعالج لا بأس به وهو يمكنك من استخدام تطبيقاتك المفضلة بكل سهولة وسرعة ولا يوجد أي مشاكل في أداء هذا المعالج لكنه يبقى أقل أو أضعف من معالج النود 3 نأتي الآن للكاميرا فهي بقوة 8 ميجا بيكسل وليس 13 ميجا بيكسل كما في النود 3 الكاميرا جيدة في أخذ صور في الإضاءة النهارية والليلية لكنها تفتقر بعض الأحيان لتمثيل ألوان الواقع حجم الصور كبير لذلك يمكنك من استخدام وحفظ الصور كيفما تشاء بطارية النود 3 نيو بقوة 3000 ميلي أمبير وهو أمر جيد للغاية حيث أن بطارية النود 3 بقوة 3200 ميلي أمبير فالفرق ليس كبير لكن إمكانيات النود 3 نيو أقل لذلك البطارية تصمت لوقت أكثر من النود 3 نأتي الآن لنظام التشغيل وهو أندرويد جيليبين 4.3 وهو مطابق تماما للنود 3 في كل شيء حتى حركات اليد واحدة وواجهة المستخدم تاتشويز واحدة في النهاية النود 3 نيو هاتف جميل وإمكانياته جيدة والفرق بينه وبين النود 3 ليس كبير لذلك سنترك لكم حرية الاختيار بين الهاتفين أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المراجعة لهاتف نود 3 نيو الجديد والحصري في جميع محلات أكسيوم قوموا بزيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك ومتابعة تغريداتنا على تويتر وأيضا تابعونا على إنستجرام ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب شكرا لكم متابعتنا على أمل لقائبكم في مراجعة جديدة من أكسيوم اشتركوا في القناة